طيب الفريق عنده مباراة مهمة جدا مع الإسماعيلي ونشوة الانتصار والتأهل للنهاية الجهاز الفني والنادي الأهلي أكيد أفل الصفحة دي كل التفاصيل والاستعدادات بعد الراحة السلبية بالأمس واستيناف التدريبات اليوم والدخول في معسكر مغلق بقرة والسفر إلى الأسكندرية هنعرف كل الكواليس دي من خلال زمنة كريم أحمد المتواجد حاليا في مقر نادي الأهلي بجزيرة قبل دقيق قليلة من انطلاق التدريب مساء الفل يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد كل التحية والتأدير لك والكل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي العظيم أطمن منك على الفريق لو التقيت بالجهاز الفني الطبي اللاعبين الأجواء عندك نشوة الانتصار على مذب التأهل النهائي أجواء الأمور دي داخل الفريق دلوقتي إزاي التحضير لمطش الإسماعيلي كل الكواليس والجديد أكيد من خلالك عن إسمعك ونركز معك أفضل يا كريم بالتأكيد محمد طبعا يعني زي ما احنا عارفين انتهت الأفراح المعتادة اللي بتاخد وقت قليل جدا ودقائق بسيطة جدا بحجم وخيمة البطولة الأفريقية بسهو ده قدر النادي الأهلي الحقيقة مباراة كانت أكثر من رائعة أداءا ونتيجة حضور جماهير كان أكثر من رائع حيث كان يوم عظيم جدا هننا النادي الأهلي وممكن كمان مستر كولر هننا كل لعيب النادي الأهلي حيات جمهور بشكل كبير جدا مباراة كانت يعني بشكل كبير يا محمد كنا منطمنين لكن الحذر كان مهم والحذر كان موجود لكن الحمد لله مستر كولر مع اللاعبين قدروا نما يتخطوا هذه المباراة أداءا ونتيجة الحمد لله خلاص خطوة وانتهت وتقفلت الصفحة بشكل كبير وزي ما بنأكد محمد في كل مرة القيمة الكبيرة جدا للعيب النادي الأهلي ان انت يكون عندك فصل كبير في البطولات وده عمر مهم جدا بتطلع من البطولة الأفريقية بتحضر لمباراة بطولة الدوري العام عندنا يمكن كسافة كبيرة جدا في هذا الشهر أو في خلال المرحلة القادمة من المباريات زي ما احنا عارفين مباراة يوم واحد يوم اربعة يوم سبعة يوم حداشر ضغط كبير جدا ليه المباريات في بطولة الدوري العام لكن ان شاء الله بإذن الله مستر كولر كعدتوا بمشية الليل النهاردة ان شاء الله بإذن الله يكون بيعمل محاضرة بيكون مهمة جدا بيتكلم عن اللعيبة على أهمية المرحلة مباراة الإسماعيل مباراة مهمة جدا بتطلع من أفريقيا بفوز مهم الناس بتركز معاك بشكل كبير جدا في بطولة الدوري العام مباراة مهمة جدا مباراة الإسماعيل محتاجة تحضير ذهني وبدني ونفسي جدا بشكل كبير جدا مع النادي الآلي والجهاز الفني لكن ان شاء الله محمد ثقاتنا كبيرة جدا في كل اللعبين ان احنا ناخد مباراة تلوى المباراة بنقفل الصفحة اللي بعدها بنبص على المباراة القادمة ده أمر مهم جدا لعبتنا يعني ما بتسبقش مباراة مباراة وده أمر مهم وميستر كولر بيأكد على هذا الأمر فيمكن زي ما انت قلت محمد كان قام صراحة لكل اللعب النادي الآلي النهاردة هيبدأ الاستعداد لمباراة الإسماعيلي يعني جو مقبول شوية النهاردة لكن كميستر كولر حدد معادل تدريبة يكون فيه تمام الساعة السادسة زي ما قلنا بيصبقوا محاضرة بيكون مهمة جدا بيتابع فيها الأخطاء بيتابع فيها المباراة كان فيها ايه بيحاول ان هو يدي هاي لايفس في كل اللعيب عشان الفترة القادمة منقعش في هذه الأخطاء الأمور الحمد لله مع فريق النادي الآلي ماشى بشكل طيب جدا بنتمنى ان شاء الله بإذن الله تستمر سلسلة الانتصارات تستمر الروح الكبيرة جدا شخصية النادي الآلي الكبيرة جدا اللي بتحسم أي مباراة مهما كانت سنوراتها محمد بيكون مش مظبوطة بتيجي من بعيد ده أمر مهم جدا فيمكن كل التحية والتقدير لكل لعيب النادي الآلي وجمهور النادي الآلي العظيم نهاردة كمان منتظرين يتطمن على أكثر من رعب يمكن كلمت معاك قبل كده محمد قبل المباراة ما زين بيقولنا يمكن في عدد كبير من لعيب النادي الآلي الحمد لله تماثل الشفاء بشكل كبير يمكن نهاردة كمان محتاجين نشوف ديانجو مروان معلومات اللي عندنا ان ديانجو مروان ان شاء الله متواجدين فيه قائمة مباراة الاسماعيلي منتظرين كمان نشوف الشناي ومنتظرين نشوف ياسر إبراهيم كل اللعيبة الحقيقة اللي ممكن تقدت أداء مميز جدا فيه التأهيل الطبي وزي ما قلنا يعني رئيس الجهاز الطبي دكتور أحمد جبالله بيحاول النوع اللعيب يكون 120% و130% يكون جاهز فيش أي لعيب يكون متواجد في هذه المرحلة بيشكي من أي شيء لأن فقدان أي لعيبة محمد ونتعرف هذا الأمر في هذه المرحلة أمر هيكون صعب جدا فإن شاء الله بإذن الله نطام النهاردة عملي في تدريبات الكرة في التأسيم النهاردة اللي هتجرى مع لعيب النادي الآلي لكل اللعيبة اللي احنا ذكرناهم لكن بطمناك محمد الحمد لله يعني كنا بنفقد عدد كبير من لعيبة الحمد لله نهاردة سكوادي النادي الآلي قايمة النادي الآلي نقدر نقوم متكاملة بشكل كبير جدا ربنا بس يحافظ على العيبة زي ما بنقول في التدريبات حتى موعد مباراة الإسماعيلي ممكن أنت ذكرت أيضا غدا يكون التدريب الأخير ومنها مباشرة السفر إلى إسكندرية استعدادا لمباراة الإسماعيلي في استهب برج العرب الحمد لله محمد الأمور طيبة جدا وبنعمل أنها تستمر على هذا الشأن طيب كريم سؤال أخير أسألك على إن بارك وتتكلمت مع دكتور أحمد جبال رئيس الجهاز الطبي على موقف وسامة أبو علي وموقف محمد عبد المنعم قال للحمد لله ممكن إصابة الكتف عند وسامة بسيطة النهاردة أنت شفتهم موجودين إن شاء الله يكونوا في التدريبات الجماعية نفس الأمر منعي ممكن كان فيه كادمة قوية وعمل التجلط حتى دموي في أسفل عضلات البطن وعمل سنار النهاردة يعني لو قابلت دكتور أحمد جبالله موجودين في المراني الجماعي ولا ممكن برضو يكون فيه كشف طب جديد عليهم عشان يطمن عليهم قبل ما ينزلوا للتدريبات يعني محمد طبعا من خلال معلوماتنا وسام هي أكادنا في الكتف والحقيقة يعني بالروح الكبيرة جدا والفدائية الكبيرة المعروفة عن وسام الحقيقة نهاردة منتظرنا أيضا كمان نشوف فحص طبي لكن من الحالة اللي احنا شايفينها ومن الروح الكبيرة وسام إن شاء الله بإذن الله يكون جاهز المبورات الإسماعيلي أيضا كمان محمد عبد المنعم كان تناولت هذا الأمر بشكل دقيق ومماز جدا محمد عبد المنعم الحقيقة من اللعيبة المميزة جدا المحترمة جدا لعيبة النادي الآلي هي قدوة للجميع وده أمر مهم جدا عشان كده لابد إن احنا من التفتش لأي شيء بيقال على أي لعيب من النادي الآلي لأن الأمر ده بيكون مهم أنت عارف يا محمد محدش قادر يوصل لنادي الآلي فبيحاول يشده ينزل بيه شوية يشد اللعيبة وينزل بيها شوية ده بالنسبة للناس اللي بتحاول تنتقد كل لعيب في لعيب النادي الآلي بتنتقد النادي الآلي لكن بقولك محمد عبد المنعم لعيبة الرجالة القوية اللي عندها تحمل مسؤولية بشكل كبير جدا منتظرين بس محمد نشوفهم عامل في أرض الملعب في التدريب لكن من الواضح ومن معلوماتنا إن شاء الله بإذن الله منعم ووسام يكونوا متوجدين في بورات الإسماعيل هي مباراة قوية جدا محتاجة تضحيات كبيرة والمرحلة دي محتاجة تضحيات كبيرة جدا عشان كده بنقول تضحيات الكبيرة مع وسام ومع منعم ومع هاني أكرم كل اللعيب الرجالة اللي عندنا اللي عارفة قيمة هذه المرحلة مهمة جدا أن أنت تكون متحمل عن نفسك بشكل كبير آه طبعا ما بقاش في إصابات لكن لابد يكون عندك إنكار ذات كبير وتحامل كبير جدا لأن المرحلة القادمة مرحلة حساسة مرحلة دقيقة محتاجة مهود كل اللعبين فإن شاء الله النهاردة يأدوا جرعة تدربية قوية ونطمن عليهم إن شاء الله يا محمد بإذن الله في خلال الدقائق القادمة بإذن الله الزميل العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهل من مقر النادي بالجزيرة شكرا جزيلا لك على هذه الإطلال وعلى هذه المعلومات الهمة جدا في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي